تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حامد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وقيمت على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة بمدينة عيسى الرياضية منافسات بطولة البحرين المفتوحة لفنون القتال المختلطة والتي نظمها الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة تحت إشراف المجلس البحريني للألعاب القتالية وقد شهدت البطولة حضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية ووزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد ورئيس اللجنة البارلمية البحرينية سعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة وأمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد محمد حسن النصف ورؤساء اتحادات الألعاب القتالية المنضوية تحت مظلة المجلس البحريني للألعاب القتالية وجمهير من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة موصلة الرعاية والدعم للألعاب القتالية للنهوض بها بما يسهم في تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية القادرة على الاستمرارية في التمثيل المشرف لمملكة البحرين وحصد المزيد من الإنجازات التي تضاف لسلسلة النتائج التي حققتها هذه الألعاب والتي عززت من مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة قريا ودوليا مشيرا سموه إلى الإنجازات التي حققتها رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية عام 2019 بحرازها لقب بطولة آسيا ولقب بطولة أفريقيا والمركز الثاني في بطولة أوروبا وبطولة العالم والتي منحت البحرين صدارة التصنيف العالمي المعتمد من الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة متطلعا سموه لمزيد من النجاحات في العام الحالي مقدرا سموه جهود المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة في تنفيذ الخطاط التي تساهم في رفع مستوى الألعاب القتالية المنضوية تحت مظلة المجلس شاكرا سموه الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة للإعداد والتحضير لإقامة هذه البطولة هذا وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نزالات البطولة التي شارك فيها 33 لاعبا يمثلون عشرة دول وقد أشهد سموه بالمستويات التي قدمها اللاعبون المشاركون مهنئا سموه الفائزين بالمراكز الأولى متمنيا سموه حظا أوفر لبقية المشاركين في البطولات القادمة وعلى هامش البطولة التقى سموه باللاعب البحريني المحترف حسين عياد حيث اطمأن سموه على حالة اللاعب الصحية بعد تماثله للشفاء إثر الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته في النسخة التاسعة والعشرين من بطولة بريف وتمنى سموه لللاعب عودة قريبة لحلبات النزال لتمثيل البحرين في المشاركات القادمة اشتركوا في القناة